سلام لجميع لعبة كوابيس صغيرة أو Little Nightmares تعتبر من أغرب الألعاب من ناحية القصة إنها بتمتلك عالم خيال مليء بالأسرار من جزئها الأول حتى الثاني فاليوم وبهذا الفيديو حابب أحكي لكم عن قصة اللعبة وأيضاً رح أحكي عن نظرياتها ورح نحاول إنه نستكشف عالمها الغريب لنعرف شو مخبئ من الأسرار وراء شخصياته وأيضاً أماكنه لكن لازم تعرفوا في البداية إنه جزء Very Little Nightmares يلي موجود على الهاتف هو جزء جانبي ما له حلاقة بالقصة مباشرة قبل لا نبدأ لا تنسوا الاشتراك ويلا أولاً أحداث اللعبة بتصير في القرن الماضي يعني حوالي 1900 ورقمين مجهولين وبتبدأ بالضبط من عالم مكوم من أربع مناطق طبعاً هدول متوفرين حتى الآن ورح ينزل جزء جديد ممكن يطيف معه عالم آخر لازم تعرفوا إنه عالم Little Nightmares موجود من فترة زمنية بعيدة يعني قبل وجود الأبطال يلي هني ستي ومونو والفتاة ذو الرداء الأصفار مين بتحكم بعالم Little Nightmares وشو هدفه لهلأ هالأمر مجهول لكن بكل منطقة متواجدة باللعبة بيكون في أشخاص هنية اللي بيديره مكان والأشياء اللي معروفة عن اللعبة إنه العالم الخاص فيها والأشخاص بشكل عام عندهم مشكلة مع الأطفال وبيحاولوا دائماً أنهم يخطفوهم لسبب ما غير معروف ويرسلوهم إلى أماكن معينة مثل The Moe The Nest ومن الواضح إنه عالم اللعبة موجود من سنوات لكنه بتغير كل مرة على حسب الشخص اللي بيدير المكان وإنه الأطفال اللي باقين بهاي الفترة الزمنية هني آخر الناجين من هذا العالم قبل لا يسوده الظلام وأول جزء من حيث ترتيب القصة هو Little Nightmares 2 لكن قصة هذا الجزء تبدأ من الكوميك يلي نزلتها الشركي يلي بتحكي عن فتاة تدعى ستي وهي أحد الأطفال الناجين بهذا العالم بتكون عم تهرب في الغابة من صياد وما معروف بالضبط المكان اللي كانت متوجهت له لكنها استمرت وبعد ما دخلت إلى شجرة وخرجت شافت على أحد الأخصان من بعيد فتاة يدعى بمونو ما قدرت طبعا أنه يتحدث معه لأن عندها الصياد ظهر وقبض عليها المهم مونو بيترك ستي هذا الموقف بروح بكمل مغامرته وهنيك بلاقي نفسه بأحد الأماكن مع مجموعة من الأطفال كان المبنى اللي فيها محترق فحاولوا خروج واللي فجأة اشتغلت المياه بدأت بإطفاء النيران لكن نيط غريبي أجيت من الأعلى وبلشت تسحب الأطفال وعندها مونو حاول يختبئ من الشخص اللي يختف الأطفال ودخل إلى غرفة كان في أمامه تلفاز ونافذة فاختار أنه يختبئ بالتلفاز المكسور لأن ظل الرجل بلش يقترب لما راح وتخبى ظهر ظل الرجل الغريب لكن ما معروف من هو بالضبط لكنه في الغالب شخصي تدعى الثيممان اللي هو المسؤول عن مدينة بالي سيتي المهمة من هذا الكوميكي بيطلع صوت غريب والتفسير إله أنه الرجل الطويل خطف مونو مثل البقية وداه إلى برج الإشارة وهذا البرج اللي ما بيعرفه في الزمان مختلف تماما فيه فهو بيجمع الماضي والمستقبل والحاضر ولما كان مونو داخله بيشوف مستقبله في البرج وأنه هو راح يصير للثيممان القادم وعندها هو بيهرب من البرج من خلال التلفزيون حتى يوقف الأمر ويغير مستقبله ومن وقتها بتبدأ اللعبة من لما مونو بيخرج من البرج عبر أحد التلفزيونات كان وقتها في الغابة وعندها انطلق هو حتى يحاول أن يهرب بالمكان قبل العصير الثيممان المستقبل وبيقرر يروح لعند ستة لأنه شاف من خلال المستقبل أنه هي ممكن تساعده لغير مستقبله وخلال اللعبة بيانطلق وبيتجاوز الأفخاخ اللي تم نصبها للأشخاص الضائعين حتى بالأخير وصل لمنزل الصياد بيروح بالتحديد إلى أحد الغرف وهنيك بيدخل وبلاقي الفتاة الستة موجودة فهو يكسر الباب عليها لكن هي بتهرب منه وبتختبئ أسفل الثات لكنه بيقترب وبيمد إيده لكن هي بترفض مساعدته وبتهرب منه وبتركضه بعيد المهم الستة بتحاول تهرب من مونو لكنها تكتشف بالنهاي أنه هي بحاجة لمساعدته فبتعاونوا الأثنين اللي يجلبوا مفتاح من علية المنزل وبعدها بيطلعوا من الغرفة وبتسللوا خلف الصياد اللي كان عم يتعامل مع أحد الحيوانات اللي قام باستياضها لكن لما حاول فتح الباب انتبه عليهم الصياد وحمل بندقيته بلحقهم خلال الغابي هو عم يطلق النار عليهم ليقتلهم وبعد فترة من المطارد الصعبي قدروا أنهم يدخلوا إلى كوخه صغير وهنيك الصياد قام محاصرتهم حاول يدخل عليهم من خلال تحطيم الباب لكن مونو قدر يحصل بندقية المكان ويستخدمها هو ستي وأطلقوا النار على الصياد هيك وقفوه طبعا مصيره مجهول إذا مات أم لا والاثنين بعدها بيكملوا طريقهم وبيطلعوا من الكوخه بلاقوا لوح خشبي على الشط موجود فبيستخدموه وبيبحروا فيه لحتى يوصلوا بالأخير إلى مدينة بالي سيتي اللي كانت غريبة عليهم ومن الواضح أنها كانت متغيرة عن آخر مرة شافها فيها مونو لأنه ما بنعرف هو كان بالمدينة وخاصة بالكوميك بيوصلوا على الشط وبينتلقوا بعدها إلى داخل المدينة الغريبة حتى يستكشفوها وخلال رحيتهم بلتقى ببعض من سكانها يلي أصبحوا بلا وجوه كلهم هم مشاهدة التلفاز بوصلوا إلى أحد الغرف وكان فيها التلفزيون وعندها الثمان يلي ببرج الإشارة بحاول يجبر مونو أنه يجل عنده ويحرره وبالفعل مونو بيستجيب لإشارته وبيدخل وبيحاول يفتح الباب يلي بآخر الممر للدخول لكن ستبتسحبه ويتأنقضه وبعدها بيقرروا الأثنين مغادرة ولا بوصلوا إلى المدرسي لما دخلوا في البداية كانت هادئة جدا لكن هالأمر ما استمر لأن بعد ما يكملوا في طريقهم صاروا يتعرضوا لبعض الفخوخي اللي تم نصبها من قبل أشخاص مجهورين وأيضا كان في حركة مريبة لأطفال عم يظهروا ويخطبوا بسرعة لكن فجأة مجموعة من الدمى اللي على شكل أطفال وإسهم المتنمرين بيرموا خزني على مونو بعدها بيهجموا على ستي ويخطفوها وبيهربوا وبعد ما يروحوا مونو بحرر نفسه من الخزاني وبيحاول يلاحق الدمى لينقذ ستي لكن بيعترضوا طريقه بعض المتنمرين وعندها مونو بتصدالهم بالمطرقة بعدها بتسلق لغرفة المعلمة بحاول يسرق مفتاح المصعد من غرفة الكتب لما بيأخذهم بيروح ليطلع ولا بتنتبه عليه المعلمة وبتلحقه لكن مونو بيهرب منها وبفتح المصعد وبتستخدمه ليروح عن ستي قبل ما يوصل إلها بقاتل بعض من المتنمرين وبتياوز البعض منهم حتى بالأخير وصل للحمام ولقى أنهم معلقين ستي بحبل وقاعدين بتنمر عليها لكنه هو بيضربهم بالمطرقة وبينقذ ستي وبعدها الاثنين بيحاولوا يخرجوا من المدرسة وعلى الطريق بيشوفوا أن أحد المتنمرين قاعدة بيرسم على الأرض والستي هم بتكون غاضبة منهم فبتروح لباحدها وبتقتله ومن هاللحظة بتبلش ستي أنه يكبر جواباتها مشاعر الكراهية والحقد المهم بيكملوا وبوصلوا إلى غرفة الموسيقى بيلاقوا أنه المعلمي قاعدة بتعزف على ليبيانه واللي بيفتحوا لهم طريق ليكمله لكن هون المعلمي بتنتبه عليهم وبتمدرسها وبتحاول تلحقهم لكن هون بيقدروا يهربوا من المدرسة وينجوا من المعلمية لعصر أسافي في فتحة التهوية بالنهاية وبعد ما طلعوا من المكان بتجولوا في المدينة قليلا وعندها المطار بيبدأ يهطل بكثافي والجو أصبح أكثر برودي فقرروا أنهم يحتموا بأحد الغرف حتى يخف المطر واللي هونيك ستة بتلاقي الجاكيت الأصفر اللي فقدته الفتاة من جزء بفررلة نايتمير لما أجد على المدينة المهم تلبس هذا الجاكيت وبعدها لما بيكملوا بطريقهم بيلاقوا شباك مفتوح وبيعبروا من خلاله وبيكتشفوا أنه هذا المكان هو مستشفى شبه مهجور ما فيه أحد غير بعض من الدماء وهنيك مونو بيعثر على مصباح بيقدر من خلاله أنه يتجول بالظلام لما بيدخلوا إلى أحد الغرف بيلاقوا مرة ثانية أنه فيه تلفاز وكان عم يجذب مونو لعنده لكن ستة بتدخل مرة ثانية وبيتبعدوا عنه بيضطروا الأثنين أنه يتجولوا بالمدينة حتى يتخطوها ويطلعوا منها لكن مونو واجه بالبداية أي دماء غريبة قاعدة بتتحرك من تلقاء نفسها فقاتلها وبعدها واجه دماء بتتحرك لوحدها في الظلام وإذا ما وجهت عليها الضو رح تهجم عليك وتقتلك المهم بعد مغامرة طويلة بيقدر مونو أن يوصل الكهرباء اللازمين للمصعد بيستخدموه لا ينزله فيه إلى الطابق الصفل للمستشفى بصاطفة هناك طبيب مرعي بالشكل قاعد بعالج المرضى اللي عنده لوحده طبعا فعنده بيحاوله يتسلل له يسرقوا قطعة كهربائية اللي يستخدموها لفتح الباب اللي يخرجوا من المكان لكن الطبيب بينتبه عليهم وبينطلق وهو عم يلحقهم عندها بتبدأ المطارضة حتى في النهاية مونو بيدخل إلى محرقة الجثاث والطبيب بيدخل خلفه اللي يمسك فيه لكن مونو بيفتح المدخل اللي بالأسفل وبيطلع وعندها بشغل المحرقة على الطبيب هو في الداخل وبيموت مشهد غريب ستة بتقعد لتدفع على جثة الطبيب المحروض ولكنهم عملوا شيء المهم بيركب المصعب ويرجع للمدينة بيكملوا استكشافهم هناك وفي طريقهم رح يلاقوا سكان مدينة بالي سيتي يلي مشوهين وما إلهم وجوه بكل مكان وكل شيء بيعملوا هو بمشاهدة التلفاز بسبب إدمانهم عليه وأيضا لأن البرج اللي متحكم بالمدينة بأمورهم أنه يعملوا هيك وبعدها بيدخلوا الاثنين إلى علية أحد الأبنية لكن عندها الثقف يلي عم يمشوا عليه بلش ينهار ولا عند الاثنين بيركضوا ليهربوا لكن بالأخير سقطوا ووقع عليهم الثقف مونو قدر ينجوا لكن مصباحه كسروا بعدها قاموا ساعة ستة على الخروج من أسفل الأنقاض ليستمروا بالتقدم وبيدخلوا لأحد المنازل وهنيك بلاقوا تلفاز شيغال وبيروح مونو مرة ثانية بيدخل إله لكن هالمرة بينجاحه وبيوصل إلى الباب وبيفتحه وبيحرر The Thin Man على الرغم أنه ستة بتسحبه لكن هالأمر كان غير كافي أبدا لأنه الرجل الطويل خراج أبلاش بملاحقتهم فحاولوا الاختباء إلى أنه هجة هزة أرضية خلت ستة تظهر The Thin Man وعندها هي مدة إيدها لتطلب المساعدة من مونو لكن هو ما قدر يتحرك لأنه خيفان منه فبيخطف The Thin Man ستة وبيختفي لكن ستة بتترك خلفها shadow أو glitch الخاص فيها وهذا بيظهر كل ما الرجل النحيل بيخطف طفل ووقتها بيظهر له shadow المهم بيقرر مونو أنه يلحق فيهم شو ما كلفه الأمر فبيرجع للتلفاز اللي خرج منه The Thin Man وبيحاول أنه يدخل عليه ليلحقه لكن بيلاقي نفسه في منطقة ثانية من المدينة وعندها استخدم مونو تقنية الانتقال عبر التلفاز حتى يقدر يوصل للبرج لإنقاذ ستة لكن في طريقه هجم عليه مجموعة كبيرة من السكان اللي اسمهم المشاهدين لكنه قدر يهرب بسهولة وإلا بأحد الغرف مونو بيشاهد ستة وهي عم تحاول تخرج من التلفزيون ومن واضح أنها كانت داخل البرج وحاولت تطلع منه ومونو عندها بيحاول يساعدها لكن الثن Man بيطلع مرة ثانية وبيسحب ستة للداخل وبعدها بيطلع من التلفاز وصير يلحق بمونو يلي بدأ يهرب منه خلال الأبنية والقطار حتى بالأخير بيفصل حاله عنه لكن بالنهاية المخطورة يلي راكب فيها تصطدم وعندها مونو بيسقط مصعب لكنها بيحاول أنه يتماسك وبيقوم بيوقف ليكمل طريقة وبجانب السكة الحديدية بيظهر الظل الخاص بستة موجود بجانبه وكأنه صديق إلوه وعندها الظل بيقوم برشاد مونو إلى المكان اللي لازم يروح من خلاله ولا بيطلع للأعلى وبيلاقي نفسه في الشارع وبنهايته في البرج وبيحاول عندها مونو أن يروح لهنيك لكن بيلاقي أنه The Thin Man ظهر أمامه وهون مونو بيكون ما عاد في عنده خيار إلا أنه يكشف عن قوته المخفية لما هجم عليه الرجل مونو عندها رفع إيده وبدأ يقاومه حتى بالأخير أسقطه وما بلس هيك بل لما قام The Thin Man بعد ما نهارت قوته وقته اختفى جسده تماما وهذا بيأكد أنه The Thin Man بالأصل ما نهو إنسان عادي لأنه لو كان عنده جسد على الأقل جسده كانت رح تبقى لما هزمه مونو هو إنه قدر بطريقة ما بدل ما يمشي للبرج أنه يحركوا من محله ويجيبه لعنده وبعد ما دخل للبرج بلاقي إنه المكان هذا غريب وما بنتمى لأي قانون أو عالم وبالأضافة بيكون أمامه الكثير من الأبواب لكن فقط واحد المفتوح عند همونو بيخرج وبصير يلحق الباب يلي بيخرج منه صوت الموسيقى لو ما بيعمل هيك رح يتمه يدور ويدوف في نفس المكان اللي هو فيه ولا في النهاي بيوصل إلى غرفة وبيكتشف أن الصوت طالع من صندوق موسيقى كبير وكان نفس الصندوق يلي مع ستي لما كانت عند الصياد لكنه هون كبير معها لأن هي أيضا أصبح شكلها غريب ومرعب ولا مونو بيناديلها وهي بتقترب عليه عندها بتعطيه الصندوق لكن هو بيروح وبيمسك المطرقة وبيضربه للصندوق ولا المكان بيبدأ بالتغير وعندها ستي بتنزعج منه وتصير تلحق ولا تخطله لكن مونو بيحاول يهرب وأيضا صار يتنقل عبر الأبواب حتى يقوم بتدمير صندوق الموسيقى اللي مخلى ستي شكلها جنونة لكن في النهاية بعد ما قام ضربه عدة مرات اتحطام وعندها استعادت ستي وعيها ورجعت لوضعها الطبيعي لكن عندها الانتصار ما دام طويلة لأن الجدران من حولهم تحولت إلى لحم وعيون وبدأت في اللحاق فيهم وعندها انطلقوا الاثنين محاولين النجاة ولما كانوا عم يعبروا وقبل الوصول للمخرج عندها سقطت جسر وكان مونو رح يوقع فقامت ستي مساعدته ومسكت بإيده لكن لسبب ما وللحظة نظرت إله وبعدها قامت بإفلات إيده وعندها مونو سقط بقوة من الأعلى للأسفل إلى أعماق البرج محل ما بتواجد اللحم والأعيون وعندها ستي تستخدم البوابة وتخرج من المكان وفي الغالب أنه ستي قامت بفعل هذا الشيء لأن هي شافت مونو كشخص أناني كان بده إياها معه بس مشان تساعده لا يهرب من عالمه وابس هيك خلاها تعاني طوار رحلتهم فيمكن هذا التفسير لخيانتها إله أو بجوز بسبب تأثير شبح ستي عليها المهم مونو بيستيقظ وبيتحرك من مكانه وبيروح بيجلس على كرسي وسط اللحم وعندها بستخدام قوته برجع البرج مثل ما كان وبترجع الحيطان وبينتظر مصيره ليصبح هو الثمان الجديد وهيك بتمه وحيد داخل هذا البرج إلى مصير مجهول بينما ستي بتخرج من التلفاز وبيكون الجوع كان بدأ يستولى عليها ولا بيظهر الشدو الخاص فيه وبيكون راسم لها إنه لازم هي الآن تروح إلى منطقة ذمو كان مؤشر عليها من الواضح إنه الشدو بيعرف شو هو بمستقبلها لستي وهيك بتبدأ أحداث الكوميك بعد ما ستي غدرت بمونو بتطلع من المدينة لكن هالمرة بتكون متغيرة وكأنها انتقلت لبعض ثاني لأن كل الناس اللي فيها أصبوا حسمان المهم لما كانت هي عم تتمشى ولا شخص يدعى بفيريمان بيظهر لها وهذا الشخص هو أيضا مسؤول عن خطف الأطفال في اللعبة المهم بيأخذها لستي ببديها عبر البحر إلى ذمو ومن هنا بتبدأ أحداث الجزء الأول لما ستي بتكون وصلت إلى ذمو ولا بتكون نايمة وعم تحلم كابوس على المرأة اللي بتحكم هذا المكان ولا بتستيقظ وتلاقي حالها بجانب حقيبي من واضح أنه الفيريمان وصلها وتركها المهم ستي بتبدأ مغامرتها لما حاول تكشف سبب مجيئها لأم مثل ما منعرف الشدو الخاص فيها طلب منها أنه بتجي إلى ذمو فبتنطلق ستي وهي بتحاول أنه تشق طريقها ولا أثناء تجوالها بتدخل إلى غرفة النوم الخاصة بالأطفال وهذا الشيء العجيب لأم الواضح أنه بذمو بيخبوا الأطفال عندهم وبيحبسوهم لسبب مجهول ولا هلأ ما معروف ليش أو شو هدفهم المستقبلي منهم يمكن أنه بدهم يسووهم خدم ولا عنده بيدخل شخصية الجيناتور لغرفة الأطفال وكان وقتها عم يتفحص عددهم المهم ستي بتقدر تتخطى المكان ولا بتمرق بجانب بساحة الطعام وكان الجوع بلش يسيطر عليها ولا هنيك بتشوف طفل يلا اسمه باللعبة الطفل الهارب بيرملها قطعة من الطعام ولما أكلتها قدرت تستعيد وعيها وبعدها بتترك الطفل لو أحده بدون ما تساعده وبتروح لما دخلت لأحد الغرف السرية بتلاقي نفسها إنه قاعدة بتستخدم العين اللي بتراقب المكان وقادرة إنه تتابع من خلالها شو عم يصير بذمو وكأنه فيه شخص كان بيستخدم هاي الغرفة لمراقبة ذمو كله المهم بتشوف من خلال الشاشة شو عم يصير بالمنطقة مثل النومز والطباقين وأيضا السيدي وبعدها بتكفى طريقها وبتدخل إلى غرفة البواب الغريب اللي كان عفشه كله طويل لكن بتغادر هي غرفتها وبعدها ستة بيصيبها تجوع مرة ثانية وعندها بتلاقي قطعة لحم بداخل القفاص ولما حاولت تقترب منها لتاكلها بتلاقي إنه في الحقيقة هي سقطت في فخ وخطفها البواب في القفاص طبعا بهذا الوقت كان أحد الأطفال اللي كانوا نايمين في الغرفة اللي مرد فيها الستة كان عم يحلم إنه تم اختطافه من أحد وحوش ذمو يدعى الوحش بالجد لكنه بيستيقظ قبل لايموت وبيقرر أن يهرب من المكان لأن مثل ما بنعرف هني قاعدين عم يخطفوا الأطفال هون ومصيرهم القادم مجهود فالفتا بيحاول أن يهرب ولما بيطلع من الغرفة بيشاهد أنه البواب قاعد عم يبحث عن ستي هو بيكمل بطريقه ولا بيوصل لغرفة وبيشوف عندها فتاة أيضا كانت عم تخطط للهرب مثله من واضح أنه دائما الأطفال اللي بيتم اختطافهم بيحاولوا أنه يهربوا المهم الفتاة بتستخدم حبل حتى تنزل فيه للأسفل وعندها الفتاة بيلحق فيها لكن الفتاة اختفت بعدها وتركت خلفها المصباح اللي كانت عم تستخدمه فبياخده الفتاة بيكمل طريقه بعدها بيواجه عندها عدد من العلاقات ويلم المحتمل أنهم التهموا الفتاة اللي كانت عم تهرب بيروح الفتاة بشق طريقه عبر الطوابق السفلية من ذمه حتى يقدر يلاقي طريق الخارج وبالتقى عندها مجموعة من النومزي اللي بتساعده في مهمة هروبه وأيضا رح يقطع منطقة الجدي اللي حلم فيها انه هي خطفته لكن هون هي ما بتقدر تمسكه بل هو بيقتلها من خلال انه رمى التلفاز على المياه وهيك هي أصابتها الكهرباء ولما كمل الفتاة طريقه تعرض لفخ من قبل الجيناتور أو البواب يلي قام بخطفه وحطه بسجن صغير وأخده وهنيك منشوف ستة كانت مخطوفة مع بقية الأطفال وموضوعينه وأقفاص واللي عندها البواب بياخد الفتا وبيربطه كيس بوديه إلى مضعم الطباخين لكن قبل لا يوصل القدر هو ان يحرر نفسه يوقع على منجم الفحم بالأسفال وعندها بيقوم تجميع النومز حتى يساعدوه في تشغيل مدفأة لما بتتم المهمة بيقدر من خلالهم انه يطلع للأعلى ووصل ولقى نفسه فوق المصعد اللي استخدمته سيدة ذمو لكن بنهاية المشهد هي بتنظر إليه وبعدها الفتاة بيوقع في الحلم وبعد فترة بيستيقظ بروح لي تسلل من خلف السيدة اللي كانت عم تلعب بدومية بينما صندوق الموسيقى شغال ولما بتجاوزها بيصل إلى القاعة الرئيسية اللي كانت مليئة بالكتوب كان بحاجة ليحصل على ثلاث تماثيل حتى يقدر يستمر في خطة هربوه ولما وضع أول تمثالين الأنوار أطفئت واللي لما رجع إلى المنطقة اللي كانت السيدة فيها واقفة ما لقاها لكنه بيظهر له أشباح لأطفال بتهاجمه بقوي لكن الفتاة قدر أنه يتصدى لهم من خلال المصباح وبعدها استطاع أخذ مفتاح الغرفة والحصول على التمثال الأخير حتى يكمل طريقه ولما بيكون عم تسلى الشهادة السيدة وهي عم تنظر إلى المرأة كان شكلها قبيح واللي بيطلع صوت بدون قصد وعندها هي بتنتبه عليه وبتصرخ بعدها بتبلش تلحقه خلال الغرفة حتى بالأخير وصل لما ممر وكان رح يهرب لكن سيدة قدرت تمسكه بعدها قامت بتحويله إلى النومس طبعا الجميع هلا أفكر أن وجه السيدة قبيح مثل ما شفنا قبل شوي لكن بالحقيقة السيدة عندها وجه جميل مثل ما هلق ظاهر معاكن في الصورة من ملفات اللعبية لكن المرايا في عالم مثل نايتمير ملعوني فمشان هيك السيدة مصابة بلعني بأنها تشوف شكلها قبيح وأيضا قصة الفترة الهارب انكشف لنا أنه جميع مخلوقات النومس في اللعب هن في الحقيقة أطفال حاولوا يهربوا لكن السيدة حولتهم المهم بعد فترة الفترة الهارب بيستيقظ بعد ما تم تحويله إلى نومس بيروحوا إلى أحد الغرف يلي فيها نومس آخرين وبيبقى معاهم بينما بهذا الوقت ستة بتستيقظ من لما حبسها البواب ووضعها في قفص كانوا جانبها أطفال ثانين وعندها هي بتحرر حالها وبتروح لتكمل طريقة وله هنيك ستة بتلاقي كيف أنه البواب قاعد عم يقوم بلف الأطفال يلي حاول الهرب وبيرسلهم إلى المطبخ وين بيناتهم الطفل اللي شافها الفتة الهارب لما كانت بتحاول تهرب من المكان لكن البواب بيسمع ستة وهي بتهرب فبيلحقها لا يمسك فيها لكن مجموعة من النومس بتشتت انتباهه وتخليه بعد عنه وللفتات بتروحه وتدخل إلى غرفة الدم وتلاقيه هنيك البواب قاعدة بيلعب فيهم وبعدها بتستمر وتمر بالمكتبة وبتحاول أنها تلاهي البواب من خلال أنه بتشغله التلفاز حتى تخليه ما يسمعها وهي بتحرك ولتقدر تسرق الأداة لتفتح الباب لكنها بالنهاية ما قدرت تهرب منه لأنه ظهر وبدأ يلحقها ليقتله عندها ستة دخلت إلى المصعد حاول البواب أنه يقبض عليها لكنها قدرت تسكر الباب على يدينا البواب وعندها انقسمه عن جسده وبعدها مات لكن ستة الجوع بدأ يستولى عليها مرة ثانية فاضطرت إلى التهام فأر وبعدها بتكمل طريقها وبيدخل إلى منطقة الطباخين طبعا رح نشوف عندها موارد الأكل مثل لحم السمك والخضروات لكن هني في الحقيقة بيقدموا لحم البشر أيضا هذا الشيء ممكن تلاحظه بأحد غرف الطباخ الخاصة المهم ستة بتتجاوز الطباخين حتى أنها هي بتهرب منهم لما بيكونوا عم يحاولوا اللحاق فيها ليمسكوها بيطبخوها لكنها بتقدر تهرب منهم بالنهاية وبتروح لتوصل للطابق الأعلى في ذموه لما بتلقي نظرة لخارج المكان اللي هي فيه بتلاقي أنه فيه سفينة قادمة وعم تنقل مجموعة من الأشخاص الغريبين اللي جايين حتى يتناولوا الطعام وبعدها ستة بتكمل معهم في طريقهم ولا بتلاحظ أنه ذا ليدي واقفة بتشوف زبائنها اللي جايين لكنها أيضا بتكون عم تتطلع على نفس الجهة اللي جاي منها ستة وكأنها بتعرف وين مكانها المهم الفتاة بتكمل عبر غرف ضيوف اللي بيكون عم ياكلوا بشكل شرح جدا ولا كأنهم شايفين طعام بحياتهم لما بيشوفوا ستة بصيروا اللي لحقوها طوال الوقت حتى يقبضوا عليها وياكلوها لكن الفتاة بتهرب منهم بأقصص رعاحت بالأخير تستخدم مصباح وبتقدر وقتها توعد عنهم لكن بيجيها مرة ثانية يجوع حاد وبتروحوا وتدخل إلى غرفي اللي كانوا موجودين فيها النومز ويكون الفتاة الهارب اللي تحول إلى النوم ماسك سجق بدوا إياها تعمل هيك ومن هاي اللحظة كل النومز بصيروا يهربوا منها وأما الفتاة بتكفي وبتدخل إلى منطقة الساحرة وهنيك هي بدي سلل من خلفها لما كانت الساحرة عم التمتن بالغناء وعندها دخلت ستة لغرفتها وقسرت الجرية اللي فيها المفتاح ولا فجأة صوت السيدي بيختفع فبتأخذ ستة المفتاح وبتطلع للخارج وما بتلاقي السيدي بتروح وتفتح الباب اللي بالأسفل ولا بس تدخل للغرف المكان بيانغلق عليها وبتطلع الساحرة من خلفها وبتلحقها لكن ستة بتقدر تهرب منها وبتدخل الوقت إلى غرفة سرية تلاقي فيها آخر مرآة سليمة فبتأخذها ولما بتطلع بتلاقي السيدي بانتظارها وعندها تنطف الأضوية وبتبدأ المعركة بيناتهم وبتبدأ السيدي بالهجوم على الستة لكن الفتاة بتقدر تتصدى لها عن طريق المرآة حتى بالأخير هزمت السيدي ووقعت على الأرض منهارة وللستة بتجيها نوبة تجوع مرة ثانية وبتروح لعند السيدي وبتعضوها من رقبتها والشيء قدأ إلى قتلها بينما ستة بحيطها هالي مظلمي وبتنطلق قوة السيدي لها وبعدها بتروح الفتاة إلى غرفة الطعام محل ما للضيوف عم ياكله لما بتمر من جنبهم بتقوم بامتساس قوته أو أرواحهم حتى سقطوا ولما توصل للنهاي باب ذمو بينفتح وعنده ستة بتخرج من المكان وكان كل النومز خلفها عم ينظروا إلها ويراقبوها لما وصلت لسطح ذمو بتسمع صوت سفيني قادمة وعندها بنتهيت جزء طبعا قصة Little Nightmares أو كوابيس صغيرة ما انتهيت هون بل رح ينزل جزء جديد حتى أنه رح ينزل مسلسل بيشرح الأحداث المخفية في قصة اللعبة والهلق من الصعب جدا نعرف شو النظرية الصحيحة لا لأن كل نظرية فيها ثغرات كبيرة فكل شي علينا نعم له هو أن ننتظر الجزء الجديد لنعرف شو رح يصير بالقصة هاي فيديوهات قصص ألعاب ثانين إذا حابين تحضروا لا تنسوا الاشتراك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته